موسيقى السلام عليكم ورحمة الله ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مالا لعمرك ما يبيت الجار فينا على وجل يحاذر أن يغالى موسيقى أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وهذا يدل على عظيم مكانة الجار وأهمية الحرص على حقوقه ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا وما ذك يا رسول الله قال الجار لا يأمن جاره بوائقه قالوا يا رسول الله وما بوائقه قال شره فقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الجار الذي يكون سببا في إلحاق الأذى أو الضرر بجاره وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم كف الأذى عن الجار من علامات الإيمان الصادق وقال صلى الله عليه وسلم أيضا فيما أخرجه البخاري في صحيحه الجار أحق بصقبه أي أن الجار أحق بجاره الملاصق له من غيره إذا كان بعيدا والسبب حق الجوار ودعوة نبوية صريحة إلى مواساة الجار حتى بما نطبخه من طعام وكانت هذه عادة عند الكبار من أهلنا وكان هذا قبل أن تمسخ طباع كثير مننا في هذه الأيام أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك وفي هذا المعنى يقول الشاعر وإن طبخت فأكثر من مريقتها واعطف على الجار أو فادعوه للأكل ففي الصحيح طعام اثنين أربعة يكفي وفي واحد يكفيه مع رجلي ومن صور إحسان الجار لجاره تقديم الهدايا له بين الوقت والآخر لتكون سببا للألفة والمحبة ولما لها من كبير أثر في القلوب والنفوس فالهدي النبوي في هذا واضح تهادوا تحابوا ومن صور الإحسان للجار أيضا التنازل والتغاضي عن بعض الحقوق التي لا تؤثر على أي طرف من الطرفين والحديث في هذا أيضا واضحا فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع الجار جاره أن يغرز خشبة في داره لا تمنعه من غرز خشبة في جدار الدار وهذا الحديث له مفهومان أحدهما لا تمنع جارك أن يغرز الخشبة على جدارك أنت والثاني لا تمنعه أن يغرز الخشبة على جداره هو وهذا من باب أولى حقوق أخرى للجار في الإسلام ذكر العلماء العديد من حقوق الجار الأخرى منها تقديم التهاني للجار وتحقيق الخير له بأي طريقة ممكنة وإظهار الفرح والسرور عند مقابلته والعفو عن زلاته وتجنب النظر إلى عوراته وعدم التسبب له بأي طيق أو حرج وحفظ بيته حين غيابه عن بيته وعدم الإنصات لما يقال عنه بالسوء وغض البصر عن محارمه فهذا كان عادة حتى في الجاهلية وغض طرفي إن بدت لجارتي حتى يواري جارتي مأواها والعطف على أولاده والحفاظ على شرف جاره والابتعاد عن كل ما يسيء إليه ويضره اجمع لنفسك في حياتك من تنفعك شهادته إذا رحلت عن هذه الدار ما هذا؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيرا إلا قال الله قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون يا الله كم نحن بحاجة إلى هذا لقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم إذاء الجار حتى منع خروج من آذى جاره معه في غزواته منع رسول الله هذا قال من آذى جاره لا يخرج معي في الغزوة فعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات كنا فيها فقال لا يصحبنا اليوم من آذى جاره إلى أي حد هذه الصفة قبيحة وعن نبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار قيل وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بالأثواب ولا تؤذي أحداً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة لا تشبع وجارك جائع فذلك ينفي هو الآخر عنك صفة الإيمان فعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان لقد شملت وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الحفاظ على الجوار حتى البيوع فعن ابن عباس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره أخرجه ابن ماجة في سنمه لقاءاتنا هذه محاولة نذكر بها أنفسنا بقيم وأخلاق شرعية تجعل منا في مقدمة المجتمعات الراقية في التعامل لأنه لا يصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما صالح به حال أولها فلنكن فوق حسن ظن غيرنا بنا هل لكم في صدقات لا تخسرون فيها دينارا ولا درهما؟ عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك لك صدق وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدق وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدق يعني رجل تائه تدله على الطريق وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدق رجل يريد أن يعبر الطريق وبصره سيء فتعينه وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدق وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدق يعني أن تعطي أخاك ماء أو غيره فاللهم ارزقنا من الأخلاق أحسنها يا رب العالمين نقل الحافظ الذهبي رحمه الله عن أسماء ابن خارجة أنه قسم مالا فنسي جارا له فاستحي أن يعطيه وقد بدى غيره عليه فدخل عليه وصب عليه المال صبا وهذا جار لأبي حمزة السكري أراد أن يبيع داره فقيل له بكم تبيعها قال بألفين ثمن الدار وبألفين لجوار أبي حمزة لمنزلة هذا الرجل وإحسانه إلى جيرانه فبحسب جيرته تكون قيمة الدار فوجه إليه أبو حمزة بعدما سمع ذلك وبلغه وجه له بأربعة آلاف دينار إكراما له وقال لا تبع دارك ومما جاء في هذا المعنى أن جارا ليعلى ابن عبيد سئل عنه يعلى وهذا الرجل اسمه الوليد بن القاسم الهمداني فقال يعلى ابن عبيد عن هذا الرجل نعم الرجل هو جارنا منذ خمسين سنة ما رأينا منه إلا خيرا ما رأى منه شيئا يعاب عليه خمسين سنة وقد غالوا في الجوار حتى شمل جوارهم الوحش والهوام حتى إنهم كانوا يسمون بذلك يقال مجير الجراد ومجير الغزال ومجير الذئب تأمل قول هاني ابن مسعود سيد بني شيبان حين أجار النعمان ابن المنذر فقال له قد لزمني ذمامك وأنا مانعك مما أمنع منه نفسي وأهلي وولدي ما بقي من عشيرتي الأدنين رجل فأي مكانة أعطاها هذا الرجل للجوار كان الشيخ فضل يصلي في جامع الجبل إلى جانب المنبر فانقطع زمنا فسأله التقي بن العز عن انقطاعه وكان قد انتقل إلى مكان عند قبة الحجة التي عند الميطور كما يسميه المصريون فقال فضل سمعت في الحديث أن الجار يسأل عن جاره فخشيت أن يسألكم الله عني فتحولت ويروى عن أبي بكر بن المهلب أنه كان يبيح النخل الملاصقة لجيرانه لا يمنعهم من شيء منه وكذا فإنه لما بنى بينهما حائطا احتاطا وأخرج من أرضه قطعة لهم لكي لا يقع على شيء من أرض جيرانه وقال طبخت يوما فكان الهواء يسوق الدخان إلى جاري فحولت القدر في الحال وأبعدتها عنهم في مثل هؤلاء يقول الشاعر ومن تكرمهم في المحل أنهم لا يحسب الجار فيهم أنه جار روي عن حاتم الطائي أنه قال ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي تنزل القدر ما ضر جارا لي أن أجاوره ألا يكون لبابه ستر أغضي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارة الخدر أقول لجارتي وجاري إذا أتاني معاتبا مدلا بحق أو مدلا بباطلي إذا لم يصل خيري إليك وأنت مجاور فما شري إليك بواصلي ومن كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق وقد اقتبس الشاعر هذا المعنى فنظمه شعرا وقال يقولون قبل الدار جار موافق وقبل الطريق النهج أنس رفيقي وقال آخر أطلب لنفسك جيرانا تجاورهم لا تصلح الدار حتى يصلح الجار وقال آخر يلومونني إذ بعت بالرخص منزلا ولم يعرفوا جارا هناك ينغص فقلت لهم كف الملامة فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من حق الجار أن تبسط إليه معروفك وتكف عنه أذاك وقال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه للعباس ما بقي من كرم إخوانك قال الإفضال على الإخوان وترك أذى الجيران وجاء رجل إلى أبي العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب يشاوره في الانتقال عن محلته التي كان يسكن فيها إلى محلة أخرى بسبب تأذيه بالجوار فقال له العرب تقول صبرك على أذى من تعرفه خير لك من استحداث من لا تعرفه وروى البيهقي في مناقب الإمام أحمد عن عثمان بن زائدة قال العافية عشرة أجزاء تسعة منها في التغافل فالحليم هو الذي يتغافل عن زلات جاره جعلنا الله عز وجل وإياكم ممن يرجى جواره والآن أتينا إلى فقرة الأسئلة سائل يسأل فيقول أنا لم أكن أزكي وقد لطف الله عز وجل بي وعرفت أنني يجب أن أزكي أموالي في السنوات التي لم أكن أزكي فيها فكيف أفعل هل أخرج هذه الزكاة أم لا والجواب من أخر زكاة ماله عندما وجبت عليه الزكاة فهو آثم بهذا التأخير وإذا كان جاهلا فعليه أن يتوب ويستغفر لأنه مقصر حيث لم يسأل وأهل الشرع موجودون عنده يعني لا يعذر بالجهل في دار الإسلام ولا يسقط جهله بوجوب الزكاة عليه الزكاة الواجبة عنه وإن أخرها سنوات لأنها دين وجب في ذمته ولا يبرأ من هذا الدين إلا إذا قضاه فإذا علم أنه يجب عليه أن يؤدي فمن كان مالكا لمال تجب زكاته ولم يكن يخرجها أو كان ماله قد بلغ النصاب ولم يكن يعلم لغفلته عن الحسابات مثلا فعليه أن يخرج زكاة ماله لما مضى من السنوات وعليه أن يتحر الوقت الذي بلغ فيه ماله النصاب ومقدار الزكاة الواجب عليه كم فيخرجها من ماله بحيث يحصل له اليقين أو غلبة الظنب أن ذمته قد برئت لأن هذا هو ما يقدر عليه والله لا يكلف نفسا إلا وساحا آخر يقول أنا تاجر وعندي أموال وعندي عروض تجارة فهل يجوز لي أن أخرج كل زكاتي من عروض التجارة؟ الجواب لا يصح أن تخرج زكاتك من عروض التجارة فالزكاة تخرج من المال وأصلا زكاة عروض التجارة لا تخرج من أعيانها عند جمهور أهل العلم بل لا بد أن تخرجها قيمة نقدية وأجاز طائفة من أهل العلم إخراج أعيان من عروض التجارة ومن هؤلاء الإمام أبو حنيفة والإمام البخاري عليهما رحمة الله وبعض فقهاء المالكية دليلهم في ذلك حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث قال النبي صلى الله عليه حيث قال هو لأهل اليمن إيتوني بخميس أو لبيس آخذه مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة هذا الحديث رواه البيهقي ورواه البخاري تعليقا في صحيحه سائل آخر يسأل فيقول هل يجوز لي إعطاء الزكاة إلى أخي الذي هو أكبر مني أو أصغر مني فالجواب لا مانع من صرف الزكاة لإخوتك من الأبي ذكورهم وإناثهم إذا كانوا فقراء ليس لهم من المال ما يغنيهم عن الزكاة وكذلك يجوز لك صرف الزكاة لأخيك الأكبر إذا كان فقيرا ليس لديه من المال أو الكسب ما يغنيه عن الزكاة وذلك لعموم قول الله عز وجل في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وعلى هذا فيجوز إخراج الزكاة طيب إذا كان الأب حياً والأب تجب نفقته على ولده فنقول إذا كان الأب متمكناً ويمكنه النفقة على ولده فأنت لا تعطي أخاك من هذه الزكاة فإن توفي الوالد أو عجز عن الإنفاق على أخيك فلك أن تعطي لأخيك من هذه الزكاة والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة